بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الرضاعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الرضاع ومص الثدي حتى يخرج له منه لبن يصل إلى الجوف هذا هو الرضع وله أحكام سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى باب عدد الرضعات المحرمة نعم عدد الرضعات المحرمة كما جاءت في الحديث أقام سورة ضعات معلومات يحرمنا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان رواه الجماعة إلا البخاري وعن أم الفضل أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتحرم المصة قال لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان نعم وهذا فيه أن الرضعة بمعنى المصة الواحدة فإذا مصة فدي وخرج عليه لبن منه فهذه تعتبر رضعة واحدة إذا ابتلع الطفل هذه المصة وفي رواية قالت دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي فقال يا نبي الله فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأة الأولى أنها أرضعت امرأة الحدثة رضعة أو رضعتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرموا الإملاجة ولا الإملاجتان رواهما أحمد ومسلم نعم هذا فيه بيان أن عدد الرضعات المحرمة ألا تقل عن خمس خمس رضعات وأما ما دونها فإنه لا يحرم الرضعة الواحدة والرضعتين ما لم تبلغ خمس رضعات وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرموا من الرضاعة المصة والمصتان رواه أحمد والنسائي والترمذي وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخت بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن رواه مسلم وأبو داود والنسائي وفي لفظ قالت وهي تذكر الذي يحرم من الرضاعة نزل في القرآن عشر رضعات معلومات ثم نزل أيضا خمس معلومات رواه مسلم وفي لفظ قالت أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات فنسخ من ذلك خمس وصارت إلى خمس رضعات معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك رواه الترمذي نعم هذا فيه بيان عدد الرضعات المحرمة وأنها خمس رضعات والمراد بالرضعة المصة المراد بالرضعة المصة بحيث يمص السدي ويدر عليه لبن يبتلعه الطفل فهذه رضعة إلى خمس فإذا بلغت خمسا فإنها تحرم نعم وفي لفظ قالت كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن ثم سقط لا يحرم إلا عشر رضعات أو خمس معلومات رواه ابن معجة نعم استقر العمر على خمس رضعات توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك نعم وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر امرأة أبي حذيفة فأرضعت سالما خمس رضعات وكان يدخل عليها بتلك الرضاعة رواه أحمد وفي رواية أن أبا حذيفة تبنى سالما وهو مولا لامرأة من الأنصار كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس ابنه وورث من ميراته حتى أنزل الله عز وجل ادعوهم لآبائهم هو أقصط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم فردوا إلى آبائهم فمن لم يعلم له أب فمولا وأخ في الدين فجاءت سهلة فقالت يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا يأوي معي ومع أبي حذيفة ويراني فضلا وقد أنزل الله عز وجل فيهم ما قد علمت فقال أرضعيه خمس رضاعات فكان بمنزلة ولده من الرضاعة رواه مالك في الموطأ وأحمد نعم هذا فيه أن الرضاعة المحرم خمس رضاعات فإن قل عن الخمس فإنه لا يحرم والمراد بالرضعة أن يمص الشدي ثم يخرج إليه لبن من الشدي فيبتلعه فتلك رضعة فإذا بلغت خمسا فإنه يحرم وما كان دونها فإنه لا يحرم نعم باب ما جاء في رضاعة الكبير عن زينب بنت أم سلمة قالت قالت أم سلمة لعائشة إنه يدخل علي الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي فقالت عائشة أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة وقالت إن امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه حتى يدخل عليك رواه أحمد ومسلم في رواية عن زينب عن أمها أم سلمة أنها قالت أبا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة وقلن لعائشة ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا رواه أحمد ومسلم والنساء وابن ماجة نعم هذا فيه أن الرضاعة إنما كيكون في الحولين أما ما كان بعد الحولين فإنه لا يحرم ولا أثر له وإنما ما صار من سالم مولى أبي حذيفة فهذه رخصة خاصة نعم ولا يقاس عليها فضيلة الشيخ من كان في مثل الحاجة ما يقاس نعم وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام رواه الترمذي وصحها هذا يبين أن الرضاع إنما يحرم في حالة خاصة وهو أن يكون ما فتق نعم ما فتق الأمعاء ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام كان قبل الفطام ما كان بعد الفطام فإنه لا يحرم ولا أثر له نعم وعن ابن عيينة عن عمر بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما كان في الحولين رواه الدار قطني وقال لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم ابن جميل وهو ثقة حافظ نعم المهم من أن هذا كما سبق أن الرضاع المحرم هو ما كان قبل الفطام وما كان بعد الفطام فإنه لا يحرم فيكون ما حصل من حديث الرعيه تحرمي عليه أن هذه رخصة انتهت نعم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رضاع بعد فصال ولا يتمى بعد احتلام رواه أبو داود الطيالسي في مسنده لا رضاع بعد فصال يعني بعد فطام الفصال المراد به الفطام يعني لا أثر للرضاع بعد الفطام ولا يتمى بعد احتلام ولا يتمى بعد احتلام إذا بلغ اليتيم إذا بلغ الحلم فإنه لا يقال له يتيم إنما يقال له أنه يتيم قبل الاحتلام وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قال من هذا قلت أخي من الرضاعة قال يا عائشة انظرنا من إخوان كنا فإنما الرضاعة من المجاعة رواه الجماعة إلا الترمذي نعم أن الرضاعة اشترط فيها أن يكون من المجاعة يعني ما كان قبل الفطام وأما الرضاعة الكبير فإنها لا تؤثر نعم باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم وفي لفظ من النسب متفق عليه نعم هذا كالذي سبق وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة رواه الجماعة ولفظ ابن ماجة من النسب إنما الرضاعة من المجاعة فإذا كانت الرضاعة بعد الفطام فلا أثر لها وأيضاً يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب لأن المرتضع يكون يكون بالنسبة للمرضعة ولزوجها مثل النسب بالتحريم نعم وعن عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب قالت فأبيت أن آذن له فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له رواه الجماعة وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب رواه أحمد والترمذي وصحها كله كالحاديث السابقة في أن في أن أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب سواء فالأخ من الرضاع كالأخ من النسب والعم من الرضاع كالعم من النسب وهكذا نعم باب شهادة المرأة الواحدة بالرضاع نعم أن الرضاع يثبت بشهادة امرأة واحدة ولا يحتاج إلى شاهدين لأن هذا من اختصاص النساء ومعرفتهم نعم باب شهادة المرأة الواحدة بالرضاع عن عقبة ابن الحارث أنه تزوج أم يحيا بنت أبي إهاب فجاءت امرأة سوداء فقالت قد أرضعتكما قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني قال فتنحيت فذكرت ذلك له فقال وكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما فنهاه عنها رواه أحمد والبخاري وفي رواية دعها عنك رواه الجماعة إلا مسلما وابن ماجه نعم وهذا فيه أن شهادة المرأة الواحدة تكفي في إثبات الرضاعة نعم باب ما يستحب أن تعطى المرضعة عند الفطام عن حجاج ابن حجاج رجل من أسلم قال قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع قال غره عبد أو أمه رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي نعم أنه يعطي المرضعة عبد أو أمه كم كافأة لها على رضاعها نعم فقال الله شيخ الرضاعها المحرمها أو اللبن يقولون ما ثاب عن حمل أو وطن أو وطن الآن في الصيدليات توجد حبوب تدر تجعل المرأة تدر لبنا حتى ولو لم تكن متزوجة فهل يكونوا محرماً هذا ما فتق الأمعاء وكان قبل فطن فإذا كان يفتق الأمعاء ويغذيه لا له حق مش المال والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين